سبحان الله أخواننا المسيحيين في الخليقة وفي الكرة الأرضية الكونية نستفيد منهم ومن حكمهم وهي الوالد المهدى إليه هذا الكتاب وهو كان مشترك فيه جريدة القبس الكويتية يعني كان حكيم فيستفيد يعني من كل أديان المسيحية اليهودية البوذية الحكمة والأدب والأخلاق وهو شيخ وزير سيد يوسف الرفاعي زيرناه بشيخ الطريقة الرفاعي الصوفية بدولة الكويت رحمه الله وجميعه هو يعني عنوان وكان يدرسنا مع دليمان الشرعي بالمنطقة منقف عحي بدولة الكويت من عام 72 إلى 80 مادة الأخلاق التصوف وكان يعني هو يحب الأخلاق فنستفيد منهم يقول كتاب للجميع مجانا مع القبس قراء بالمكتوجي المكتوب بجي اسمه غريبا المكتوب بجي تأليف سليم ساركيس المهم شفت الوالد اهني يايب عنهم يعني اهني عن قصة من ليش هو يعني سموها غرائب المكتوب وبجي هو من كتب سليم ساركيس كاتب غرائب المكتوب وبجي وجامع الأخبار متوجه راقب جرائد الصحف المملكة العثمانية ورفعوه المؤلف هدية للسلطان الحميد وطبعه في مطبعة السلام في مصر 1896 يعني تقريبا قبل 100 يوم 25 سنة عساب جريدة المشير ثم الكتاب ما يقوله مؤلفه ما يعرفه محرر المشير بنفسه ما يقوله ما نصاب التركيب جراد الله في بيروت تحدث مع الخصوص العراب المكتوب في بيروت كان اسم سوريا شمال لبنان والأردن والفلسين والشام ودخال السيد علي سيحسين الرفاعي كان كله يقول السوريون واللبنانيون أولاده أعمام فعلا وهذا هو سليم ساركيس الله من 1898 الذكاء والزكانة خدمة علي والصحب والجلات العديد المهم الوالد مختار هنا يعني حكمه من حكمه بس إن شاء الله ما يخلني الوقت أقرأها لكم يقول هنا تضييق على الأدوية استدعاني المكتوبة جي ذات يوم وقال لي إنه لا يجوز نشر إعلان مستحلب سكوت قلت ولماذا قال إنه لا يجوز لك نشر كل إعلان عن دواء جديد من أوروبا قلت ولماذا قال لأن تلك الأدوية ربما كانت كاذبة لو لا تشفي من مرض أو ربما كانت مسموم فيجب على صاحب العلاج قبل نشر إعلاني في الجريدة أن يعرض كمية منه على الزت تلو نظام الدين بيك مفتش صحة الأدوية في الولاية في حل الله وإذا لم يجد فيها ما يضر بأمر بنشرها وهكذا جرى وهكذا الحكمة وهذه الخاتمة الفاتحة وصمدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر